ميزوري الأمريكية من الاشتباكات بين محتجين والشرطة في فركسون بضاحية سالويس ومذ مقتل الشاب الأسود مايكل براون في التاسع من أبو غسطس الجاري برصاص شرطي أبيض تشهد هذه البلدة اضطرابات وأصبحت بؤرة لتجدد الجدل حول قضية العنصرية في المجتمع الأمريكي وكان وزير العدل أريك هولدر وصل إلى فركسون في إطار تحقيق حول حصول انتهاكات للحقوق المدنية في قضية الشاب براون وعشية الزيارة قطع هولدر وعدا بأن يكون التحقيق في هذه القضية كاملا ونزيها ومستقلا لافتا في المقابل لأنه سيستغرق وقتا كما بدأت هيئة محلفين الأربعاء الاستماع إلى شهود في قضية مقتل براون وسط دعوات لمحاكمة الشرطي دارين ويلسون الذي أطلق النار على براون بتهمة ارتكاب جريمة قتل